موسيقى موسيقى كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم في اسم الرب يسوع المسيح سنواصل دراستنا في صحة الكتاب المقدس وعسمة الكتاب وهذا ثالث أسبوع أو ثالث أربعاء على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وبشكر الرب من أجل كل ردود الفعل الإيجابية وواضح أن الناس فعلا تؤمن بصحة وعسمة الكتاب المقدس وكمان في نفس الوقت في كثير من اللي بهاجموا فكرة صحة الكتاب المقدس ولكن مثل ما سمعنا من قبل دع الأسد يدافع عن نفسه فإذا إخوتي وأخواتي سنواصل في هذه الحلقة عن النتائج العملية للكتاب المقدس سنتكلم عن شهادة الشهود للإنجيل المقدس ورح نذكر بعد هذه الشهادات وطبعا إيه الفوائد والبركات العملية اللي ممكن نستفيد منها من خلال كلمة الرب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا مرة تانية رح نتكلم في هذه الحلقة تكملة للحلقات اللي مضت كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس ومين ممكن يكون أفضل من القص رضا عدلي أخ عزيز ولزيز محبوب وموهوب على فكرة أنا بقتبس كلماته لكن طبعا قصيس رضا أشهر من أن يعرف فهو معروف لدى الكاثرين وكان واحدة من الأشياء الجميلة لما كان بيخدم في راديو منتو كارلو أو موناكو كان بيخدم في موضوع الكتاب المقدس أو عبر الكتاب المقدس وهذا طبعا بيعطيه الأهلية والكفاءة أنه يتكلم عن هذا الموضوع عدا عن خبرة السنين الطويلة في خدمة الرب ومشهود له من الأحباء في مصر وبشكر الله من أجله لأنه هو شخص بركي إلي أنا شخصيا وأكيد أنتو لمستو أن هو بركي كبيري للعديد من المشاهدين بتشوفوه على القنوات الفضائية بشكل مستمر أهلا وسهلا قسيس رضا أنت معانا على الهوى فضلا شكرا لأسيس نظار لهذا التقديم كتر ألف خيرك أنا أدو أن أكون هذا الإنسان الذي تحدثت عنه وانتعرف أننا كل يوم نتغير لصورة المسيح وعايشين عشان نخدمه ونكرمه ونعظمه ونعليه بصلي من أجل ليكون نور بصلي من أجل نور لجميع الأمم بصلي من أجل حضرتك الأسيس نظار شهين كشخص بيونير في مجال الميديا المسيحية وبالذات في الكريستي الأركيولوجي أو في الحفريات اللي هي واحدة من ضمن الأدلة اللي بتتكلم وهي صامتة لكن الحجارة بتشهد حتى إذا كان البشر ما شاهدوش وأنا بصلي من كل القلب أن ربنا يساعدك أنك تتقدم لنا برنامج أكاديمي علمي عن الكريستي الأركيولوجي عن الحفريات التي تثبت صحة الكتاب المقدس شكرا كتير قسيس رضا طبعا الموضوع مثل ما سمعت كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس وأنا ذكرت في المقدمة أنه رح نتكلم عن شهادة الشهود شهود العيان وطبعا أكيد رح نختم بالفوائد والبركات العملية إيه اللي منستفيد منه من كلمة الرب في هذه الأيام لكن اسمح لي في الأول اقتباس أنت اقتباسته طبعا هو اقتباس يعني بحسب الدراسات المخطوطات والاقتباسات من الكنيسة الأولى والآباء الأولين ذكرت قسيس أنه ممكن نجمع كل الكتاب المقدس بعد 11 آية فقط من الاقتباسات وأنه المجامع الكنسية هي مش على أساس أنه تقر يعني صحة أو عسمة الكتاب ولكن هي لتدافع عن الهرطقات اللي كانت منتشرة لأنه كان متعارف في تلك الأيام من خلال شهادة الشهود أنه كلمة الله كانت منتشرة وكانت معروفة ويكفي أن نقول الاقتباس أنه كل الكتاب بعد 11 آية اتفضل معك قسيس ريدا شكرا شكرا قسيس نزار احنا بيقول أحد العلماء اللي عمل دراسة في هذا الموضوع هو أنه لو في القرن الثالث أحرق كل نسعة الكتاب المقدس هل ممكن نحصل على الكتاب المقدس مرة تانية؟ على العهد الجديد مرة تانية وحضرتك مشكورا ذكرت النتيجة اللي وصل إليها هذا العالم هو أنه عندنا يبعدين الكتاب المقدس كله مع هذا 11 آية وبالفعل احنا عمدنا زي ما ذكرنا قبل كده سيد نزار في الحلقات السابقة وأنا أرجو أن المشاهدين والمشاهدات اللي يحب يرجع للحلقات السابقة على صفحة البرنامج النور لجميع الأمم وبرنامج ليكون نور احنا عمدنا زخم نحن لم نحرق النسخ أو المخطوطات القديمة عندنا 24.633 نسخة قديمة من البرديات اللي بتشهد اللي فيها الأجزاء من العهد الجديد عندنا 5.000 نسخة كاملة للعهد الجديد عندنا اختباسات الأباء 36.280 اختباس غنى يا سلام أشكرك يا رب من كل القلب بالإضافة إلى الترجمات القديمة لحد القرن الخامس عندنا 9.000 نسخة من الترجمات القديمة حتى القرن الخامس طبعا عايز أرفع راسي فوق وأنا فخور بالكتاب المقدس وأقول إنه أقدم كتاب ترجم من لغة إلى لغة بالكامل هو العهد القديم اللي ترجم سنة 250 قبل الميلاد من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي كانت متدولة في ذلك الوقت اللي حابب أقوله يا سيس نزار إنه النهاردة ترجمات الكتاب المقدس بتغطي أكتر من 95% من سكان العالم عندنا أكتر من 2200 لغة ولهجة لأجزاء من الكتاب المقدس أو العهد الجديد كله أو أجزاء أو كل الكتاب المقدس امتياز يا سيس نزارة إن كتابنا يكون بهذه الصورة أو الكتاب يتحط على سطح القمر أرمسترونج حط نسخة بالمايكروفيلم على سطح القمر وصنع العشاء الرباني وأرى مزموح تمانية أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمكا في كل الأرض امتياز وفعلا قصيس كمان بأكد على الكلمات من الحلقة اللي مضت عن الشهادة العلمية للكتاب البرهاني القانوني وذكرت عن يعني أنا لسه الأوراق عندي ذكرت عن المستندات وشهادة الشهود والأدلة طبعا اليوم راح نتكلم عن شهادة الشهود لكن فعلا احنا بنرفع رأسنا لأنه لا يوجد كتاب تحت الشمس فيه الأدلة وفيه يعني كتر كتر وزخم الأدلة والمخطوطات مثل الكتاب المقدس وفعلا هذا اندل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها ولا تبديل لكلمات الرب فالله هو المسيطر والمهيمن والله له السيادة والقدرة الكاملة وهو يقدر أن يحفظ كتابه أيضا لكن اليوم قسيس ونحن نتواصل ذكرت لي أنه حلو نختم بهاي الحلقة كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس قبل أن تجاوب على هذا السؤال إيه اللي عاوز توصلنياته خلال هذه الحلقة أنا ذكرت شهادة الشهود والنتائج العملي لكن إيه على قلبك اللي بتحب نشارك حتى فعلا نخوض في هذا الموضوع أنا حابب نحن نغطي النقطتين دولي عسيس نظار لكن حابب أني أقول أنا نفسي أني ما يكونش كتاب المقدس مجرد نسبة صحته أو أسمته أو بقاءه كما هو أو أنه لم يحرف على الله وأن أي حد يقول أنه حرف أنه يورينا النسخة الأصلية فين ولا فين التحريف ولا إمتى اللي اتحرف ولا مين اللي حرفه لكن أنا نفسي نحن نختبع كلمة ربنا نختبع كلمة ربنا زي ما بيقول المرنم في مزمور يقول خبأته كلامك في قلبي لكي لا أخت إليك أنا بصالم كل القلب من الكلمة دي مش بس نسبة صحتها وعزمتها وإن مصدرها هو الله وبقاءه كما هي لكن تكون كمان مغيرة لحياة الناس آمين كمان مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي شريعتك جعلتني مزمور 119 الآية 105 والآية 130 100% شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي لأني بوصيات أطفطن أسيس كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ أوكي إحنا أرجو أن إحنا يكون لدينا فرصة كمان نتكلم عن شهد الشهود يا سيس نظار أكيد أكيد على اعتبار أنه ده تكملة للبرهان القانوني اللي تكلمنا عليه أبن كده لكن حابب أن أتكلم عن النتائج العملية تشهد للكتاب المقدس لو إني أنا ماسك سيف وليه في عدو وبيقول لي السيف ده مالوش لازمة ومالوش تأثير يمكن لو جرحت بيه أي حاجة أو خدشت بيه أي حاجة يمكن يبقى تأثيره فيعرف يعشون كده إحنا بنقول وأنا نفسي إن إحنا الجمل دي ترسخ في أذهبنا إن عصمة الكتاب في إن ما يقوله حتما سيفعله سواء قبلنا أو رفضنا مرة تانية بكرر العبارة إن عصمة الكتاب المقدس تجعلنا وتؤكد وهذا ما حدث أن ما قاله فعله سواء صدقه الناس أو لم يصدقوه فعصمة الكتاب المقدس زي ما بنقول دايناميكال نوت لوجيكال عصمة الكتاب المقدس إنه ما تنبأ عنه ما وعد به لابد أن يتممه سواء فهمناه أو لم نفهمه كلمة الله تحمل قوتها فيها وتأثيرها فيها عشان كده بتقول ليس بالمعجزات أكيد خارج نطاق المنطق خارج نطاق العقل البشر والوحي وكلمات الله كذلك لكنها تفعل وبالتالي بتؤكد أنها أن ما تكون صحيح وأن مصدره والله حتى كنا مش قادرين نوزينه لأنه بالفعل بيحبث أنا بفتك الكلمات الكتاب في سفر العدد أصحى 23 الآية 19 وهو بيقول له هذه الكلمات ليس الله إنسانا فيكذب ونبن إنسان فيند هل يقول ولا يتكلم أو يعد ولا يفهم الله لما قال في سفر التكوين قال الله عشر مرات يقول للكتاب قال الله وما قاله في سفر التكوين عن الخليقة كان كان قال الله مثلا ليكن نور فكان نور الفكرة مش فكرة أدلة ذهنية أو منطقية لكنها عملية الله حكم على العالم بالطفان وصنع نوح الفلك مش الفكرة فكرة نظرية ربنا قال ولا لا لكن النهاردة الطفان العالمي من خلال الحفريات الموجودة في أعالي الجبال بتؤكد وبتثبت بالفعل ما حدث الضربات العشر الحد صدد في أرض مصر خروج شعب إسرائيل من أرض مصر هذا حدث تاريخي حدث تاريخي وبالتالي ما جئهم في مصر حدث تاريخي موثق تاريخيا شعب إسرائيل ظل في مصر حوالي ربعمائة سن والرب أخرجهم تاريخ وما قالوا الرب بعد أنه سيخرجهم أخرجهم إلى الأرض كنعان إلي إلي نلاقي في سرق الملوك الأول قال للأخاب الملك لا يكون مطر ولا طل إلا عند قولي يمكن ده كلام يبدو غريب للملك أخاب إزاي يعني ده السماء بطل مطر وبالفعل وبالفعل حدث تلات سنين وستة أشهر فالكتاب المقدس دليله فيما يفعله فيما يصنعه رجل الله قال ليش قال صحيح السامرة محاصرة صحيح البيوش من كل ناحية لو صحيح إحنا عندنا مجاعة لكن يقول لنا في ملوك الأول سبعتاشر كوار الدقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص الكلام ده وبالفعل فعل أسيس نظار الكلام اللي يبدو عجيب جدا اللي قالوا إلي لما أخاب قد قتل نابوت الأزرعيلي ورمى بثته يقول لنا الكتاب الكلام في ملوك الأول 21 في المكان الذي نحس فيه الكلاب ده من نابوت تلحس دمك أنت يا أخاب في ملوك الأول الواحد وعشرين نقول ده شيء صعب حدث أخاب بس للتعريف قسيس أخاب كان ملك شرير كان ملك على إسرائيل المنطقة الشمالية كان أشر ملوك إسرائيل هذا اللي كان بيكلمه النبي إلي بالضبط وهو اللي جات قصاص عليه لأنه افترى وبالتالي جات قصاص عليه أليش يقول غدا في ملوك التاني الأصحاح السابع غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتها الشعير بشاقل في باب السامرة والرب بالفعل أزعج الأراميين اللي محيطين بالمحلة وتركوا خيامهم وأصبح كلام الرب حقيقي من أعجب الأمور من أعجب الأمور اللي بنشوفها التمثال اللي شافوا نبوخ المصر في دنيا الأصحاح الثنين اللي رأسه من ذهب وصدره وذرعاه من فضة وبطنه وفهداء من نحاس ورجلها سقام من حديد وقدمها بعضها حديد والبعض خزف والتمثال في حجر قطع بغير يدين في دنيا الأصحاح الثنين ودنيا شرح وشرح موجود في الكتاب المقدس الرأس اللي من ذهب ده ده انت أيها الملك ملك بابل والصدر دي واليدين دي مملكة مادي وفارس والبطن دي المملكة الروماء اليونانية والفخزين والرجلين دول المملكة الرومانية اللي هتنقسل وحط الشرح بصورة واضحة بصورة جميلة واللي أنا عايز أقوله أنه اللي قاله دنيا حجر مقطوع بغير يدين ودمر التمثال كله ضربوا على رجليه فتحطم التمثال كله وإذا اللي حصل شخص رب يسوع أتى وساد بسلامه على هذه الممالك كلها بالفعل أنا بذكر اليد اللي ظهرت على مكلس الحاقط اللي بايل شسر اللي بتقول مانا مانا تقيله وفرسينه واللي دانيال فصرها وكانت نهاية ملك حكم بايل شسر اللي تنبأ بيه قبل كده العديد من من الأنبياء فالحقيقة إن الكتاب المقدس مش حكاية منطق أنا مش بقول إن إحنا نحط دماغتنا ما نستخدمهاش لكن هناك شيء العقل يزنوك ولكن الكتاب المقدس فوق العقل هناك ما فوق العقل المعجزات فوق العقل الوحي فوق العقل وماذا أقول عن نبوات الكتاب المقدس عن شخص الرب يسوع وعن النبوات بأنه سوف يأتي شخص الرب يسوع وماذا أقول عن نبوات شخص الرب يسوع نفسه عن أنه ذاهب إلى أوروشاليم لكي يحاكم ويجلد ويحكم عليه بالصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم شهادة الرب يسوع عن نفسه هذا شيء رائع جدا فالكتاب المقدس ليس كتاب نكسبها بالجدل وبالحوار هذا شيء ممكن لكن لكن بما يفعله الكتاب المقدس بالفعل في حياة الكثيرين وفي حيات في حياتنا إحنا كمان شخصيا الكتاب المقدس هذا شيء هدته عن نفسه أكيد كسيس كمان عاوز بس إضافة بعد إذنك لأنه ذكرت العقل والمنطق أنه مش كل شيء لا نستطيع أن ندركه أو نفهمه معناته مناقض للعقل فكتير أمور في الحياة مش فاهمينها الكواكب مش فاهمين بالزبط أعماق البحار الإنسان نفسه كيف جسد الإنسان ولكن ليس مناقض للعقل يمكن فوق العقل ولكن مش مناقض للعقل وإذا تكلمنا عن المنطق هذا المنطق مقدم على طبق الإيمان فبيضل في عنصر الإيمان لأنه عاوز يشكك أو عاوز يرفض رح يرفض ورايح يشكك فما هي عملية ربح جدل لأنه حقيقة ثابتة لا تتغير والكتاب يقول أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد بس حبيت يعني الفكرة أنه حتى يعني دامنا نتكلم عن المنطق ولكن هذا المنطق هو على طبق الإيمان مش مناقض للعقل أو مفهمنا معناته أنه ضد العقل هذا اللي عوزت بس أضيفه تفضل قسيس تسمع نظار تحقيبا للعبارة الجميلة اللي حتى قدته أنا حابب أدعم هذه العبارة بكلام كاتب رسالة العبرانين في أصحى 11 لما يقول بالإيمان نفهم بمعنى بعض أحيانا أنا لسه جاي كنت ببدي محاضرة في إحدى كليات اللاهود بقول لهم الإيمان هو العينات بتاعتنا اللي بيقول في مصر هي النظارة وأنا بقول العدسات لما نغير أنا ممكن العدسات ما تورنيش ولا حاجة خالص لو إنها النظارة مغبشة أو مش مضبوطة القوة الزجاج النظارة ما شوفش حاجة خالص ممكن أشوف حاجة مغبشة أشوف الناس كأشجار يمشون زي بقول الكتاب لكن النظارة بتاعتنا هي الإيمان هي الإيمان بالإيمان نفهم مثلا أن العالمين قد أتقنت بكلمة الله بدون هذا الإيمان هنفضل نقول في نظريات النشوء والارتقاء ربنا استخدم النشوء والارتقاء ولا لا وترى هل هي المواد تشتغلت لوحدها بالصدفة وبالحرارة لا 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 أنا بقول أن هذا كل واحد فينا غير عويناتك ده معنى غير نظاراتك لما تلبس نظارة الإيمان لما الرب يجينا نظارة الإيمان تستطيع أمطر الأمور بصدق فتدرك أن الكتاب المقدس ليس المقصود منه أن نحن نفضل نجادل في بعض ممكن طبعا كتير ننفتح إلى الحوار وإلى آخره لكن قوة الكتاب المقدس ليست جدلية لكنها فعلية على الواقع الرب يسوع قال الهيكل هيخرب لا يمضي هذا الجيل حتى يحبس وبالفعل هذا ما حدث على يد تيتوس الروماني في عام سبعين ميلادية هو اللي قال أنا ريح عشان خاطر أحاكم وأموت وفي اليوم الثالث أقوم وبالفعل حدث هو اللي وعد بإرسال الروح القدس وفعلا قام الرب يسوع حي وأرسل الروح القدس حابب أقول العنوين بس ياسيش نظار في الموضوع ده هو اللي قال قم وامشي هو اللي قال للبحر الهائد ويسكت إبكم هو اللي قال للعظة هلوما خارجا التلاميذ أمضوا الليل كله ما استضوش سمكة واحدة وهم صيادين في الحتة بتاعتهم يقول لهم ألقوا الشمكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا هو اللي شفى العم والبورس هو اللي شفى المفلوك هو اللي بارك الخمس سمكات والسمكتين وأشبع الألاف أسيس نحن دليل على أسمة الكلمة أكيد رح نأخذ فاصل لأنه رح نتكلم عن شهادة الشهود وفي نفس الوقت يمكن فيه تلفون عن برين عندك إذا بتحطه على سايلاند كمان رح نستكمل حديث بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدينا كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس معنا ضيف الحلقة وواحد مننا وفينا القص رضا عدلي وعم بشاركنا في في الموضوع أهلاً وسهلاً قصيس رضا في هاي المرحلة حابين نتكلم عن شهادة الشهود طبعاً راح أعطيك المجال تتكلم أكتر في هذا الموضوع لكن من فضلك يعني أنا لما بنتكلم عن شهادة الشهود أول ما بيخطر في بالي بطرس الرسول يحنى الرسول بولوس الرسول وهؤلاء يعني من أعظم الشهود ولكن تفضل المجال معك قصيس رضا الحقيقة أنه في جملة مشهورة جداً بتقول قفت الحديث رواتي بمعنى أن إحنا زي ما كنا بنلعب لعبة كده نقعب مع بعض نعمل دايرة وواحد يقول مثل أو جملة أو كلمة أو فكرة أو اسم أو إلى آخره ونبدأ نتناقله مع بعض في الغالي في الآخر كان بيطلع حاجة ملهاش علاقة باللي إحنا قلناه خالص في الأول فقرفت الحديث رواته إحنا نهاردة الكتاب المقدس لم يأتي عن طريق فلان قال لفلان وفلان قال لفلان وفلان أبداً إحنا نهاردة الكتاب المقدس أتى من شهادة شهود عيان أنا هقرى دلوقتي يحنى الأولى أصحح واحد الآيات من واحد للثلاثة عشان بس نشوف الفكرة الإنجيل وصل لنا إزاي وصل لنا مش من روات كثيرين لكن وصل لنا من شهادة شهود عيان رسالة إحنا الأولى إلى آيات من واحد للثلاثة يقول الكتاب تابع من فضلك معايا النص الذي كان من البدل الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم شاركة معنا مرضى الشهود اللي بيشهادوا بيقدموا شهادتهم واللي وثقوا شهادتهم هي دي اللي احنا عايزين نتكلم عنه مش رواة أحاديث لا 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 فالشهادة التاريخية بتقوم واحد على المستندات اتنين على شهادة الشهود ثلاثة على الأدل احنا اتكلمنا عن المستندات لا يوجد كتاب أغنى من الكتاب المقدس في مستنداتي احنا قلنا 24,633 نسحة قلنا 9,000 نسحة من الترجمات القديمة الحد 325 مجمع نقيم قلنا قلنا كتير لكن النهارده تعالوا نتنقل إلى شهادة الشهود شهادة الشهود خلينا نحط بعض الحاجات للتلاميذ اللي شاهد وكل اللي شاهدوا خلال عبر التاريخ واحد شهادة الشهود الأقرب زمنيا لما نحكي شهادة واحد شهادتي عن أمر أنا شاهده من من أسبوع غير لما يكون من سبع شهور غير لما يكون من سبع سنين وبالتالي شهادة التلاميذ اللي بيقول شهادنا رأينا لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة شهادة 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 عيان مش شهادة رواة أحاديث كانت الأقرب زمنيا كانوا عاشوا مع المسيح عاشوا مع المسيح ثلاث سنين كانت الأقرب جغرافيا لم أحب مثلا أنا أدي شهادة عن ما حدث في ستمبر في 11 ستمبر في عام 2001 وحصل في نيويورك البورجين بتوع التجارة في طرق القريبين من المكان يقدروا يديوا شهادتهم اللي شهادتهم اللي شاهدوا الأمر في التليفزيون يقدروا يدي شهادتهم لكن كمان يمكن لو حد جوه المبنى وانقذ وخرج دي شهادة شهادة واحد الأقرب جغرافية كمان عدد الشهود عدد الكبير من الشهود الرب يسوع التلاميذ 11 واحد والرسول بوليس زي ما نشوف كمان شوية 500 أخ ظهر لهم شخص الرب يسوع النسوة اللي ظهر لهم عند القبر تلميذي عمواس اللي مشي معهم وبالتالي الأماكن المختلفة كمان اللي شهود دول تلامسوا فيها مع شخص الرب وسمعوا كلامه وخصوصا أن الرب يسوع ما كانش بيقول الآية ولا الفكرة ولا المثل مرة لكن بيقوله مرة واثنين وثلاثة وبطرق مختلفة وبالتالي الناس حفظت الكلام بتاعهم كمان حاجة مختلفة الأماكن المختلفة الرب يسوع ما تكلمش في مكان واحد عشان نقول أن دي المرة الوحيدة اللي تكلم فيها وإن حكاية امتهت لا تتكلم في الجبل وفي السهل تتكلم على البحر تتكلم في العلية تتكلم في أماكن كتيرة وبالتالي شهادة شهود وجدوا في أماكن مختلفة متنوعة وبالتالي في أوقات وظروف متباينة هم أضيف شيء مهم جدا في شهادة الشهود في شهادة التلاميذ وكتابتهم وتوثقهم للعهد الجديد أنهم شهدوا في شهادة ناس معاصرين عاصروا شخص رب يسوع في وجود معاصرين أنا هارا كمان شوية من سفر الأعمال أصحاح 2 من الآية 22 في يوم الخمسين في يوم الخمسين كان فيه ناس معاصرين خمسين يوم يعني بعد قيامة شخص رب يسوع وسعوده بعد بعد خمسين يوم جاء الروح القدس في يوم الخمسين ظل الرب يسوع يظهر لتلاميذ واربعين يوم شفوه مدة كافئ وبعدين أتى الروح القدس في يوم الخمسين وقدم بطرس شهادته في يوم الخمسين قدام ناس معاصرين يعني شهادة قدام ناس حضروا الأحداث دي يعني لو ما كانتش الأحداث دي حصلت كانوها انت رجل كذاب ومنافق وبتقول حاجات من دماغك مصر فضلكم معايا بطرس يقف يقول التداء من الآية 22 اللي بتطلع على الشاشة قدامنا تابع من فضلك معايا النص في أعمال اثنين من الآية 22 ولو أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأخوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون يقول هذا أخذتموه سمع من فضلك لشهادة بطرس في شهادة أمام معاصرين يقول لهم إيه هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثمة صلتتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقضا أو جاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منهم أنا مش أكمل الناص معلي كده بس أنا عايز أقول هو بيقدم شهادته على المسيح في وجود معاصرين ناس عاصره الحكاية ناس عاصره الأمر وهو بيشهد بعد كده عن بيشهد قبل كده عن سفر يؤيل وعن المزامير ولهذا ما قيل بيؤيل النبي حلوله الروح القدس اللي حل على التلاميذ فتفقوا يتكلمون بألسنة وكل واحد من الحضور كان بيسمعهم باللؤة التي قولت فيها خلي بالك من كلام اللي أنا بقوله بطرس لم يقدم شهادته في حتى مقفولة لحبيبه وأصدقاءه والناس اللي تابعين للمسيح ويقف يقولوا عاش المسيح عاش المسيح لا ده بيقولون أنتم أنتم شايفين وأنتم عارفين وأنتم بأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه هو ده أقام الله شهادة شاهد شاف وشهادة شهود شافوا وكانوا معصرين حبيب أضيف حاجة تانية في شهادة بطرس من سفر الأعمال أصحح 3 من الآية 13 إلى الآية 17 بطرس في رواق سليمان في الهيكل بعد ما الرب استخدم بطرس في شفاء الأعرج عند باب الجميل والرب كان بيعمل المعجزات بأيدي الرسل الرسل المسيح لتثبيت الكلمة بطرس أقام هذا الرجل الأعرج المعروف لدى كل الناس والرجل فرح واتطفق والجماهير تلمت من كل مكان شوفوا هاي الكتاب يقول أعمال 3 من الآية 13 بعد ما بطرس عمل معجزة إقامة الأعرج يقول لنا إله أبائنا ما الجدال مجد فتاه يسوع أوكي طيب الظاهر أنه في عنا مشكلة في الصوت خليني أنا بقراها لما برجع الأسيس من فضلك وخبروني من آية 13 إن إله إبراهيم وإصحاق ويعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بلاطوس وهو حاكم بإطلاقه اتفضل قسيس أنا قرأت آية 13 بيقول ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الرجل اللي كان مقعد هذا الذي تنظرونه وتعريفونه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم بيعطي شهادة عن المسيح عن اللي حصل نعم عن الإنجيل اللي سجنوا بعد كده الرسل بيعطي شهادة أمام وجود معاصرين عايز أضيف نقطة أخرى مهمة جدا في شهادة الشهود مش بس شهادة شهود شافوا ولا شهادة شهود كانوا معاصرين ولا شهادة شهود كانوا جورفيا موجودين معاه والفترة الزمنية طويلة وشافوه في أماكن مختلفة ومتنوعة لكن خلي بالك من نقطة الجاية في وجود شهادة الرسل عن شخص ربي يسوع عن اللي حصل معاه عن اللي وصل لنا في الإنجيل في وجود شهود معاصرين معالدين ورافضين وفي مكان صلقة طبعا لما أكلم أنا في يوم الخمسين ليهود عاديين غير لما أكلم قدام مسؤولين ومعارضين دينيا شوف من فضلك معايا سفر الأعمال أصحح أربعة الآيات من خمسة السبعة بطرس وقف بيحاكم بيسأل أمام حنان رئيس الكهنة يقول لنا وحدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا في هرشالين محنان رئيس الكهنة وقيافة ويحنى والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة خلي بالك معايا يقول لهم بعد كده يقول جعلوا يسألونهما بيسألوا بطرس رحل بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا بص معايا في الآية عشرة من نفس الجزء ده يقول فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صنعتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذلك وقف هذا صحيحا ويقول لنا في الآية 12 ليس بأحد غيره الخلاص لأنا عايز أقوله أنه كان فيه معجزة حقيقية حدثت عند باب الجميل هذا المفلوغ قام أمام الكل وأكد بطرس أنه شخص الرب يسوع هو الذي أقامه وبالتالي هذه شهادة شهود أمام معاصرين وأمام شهود عيال في موضع السلطة في موضع السلطة حتيت ثلاثة أعيد أضفهم يعني أحب أكمل بآية 16 يمكن أكيد أنت كنت كمان تقراها قائلين ماذا نفعل هنا الرؤساء اليهود ماذا نفعل بهذين الرجلين لأنه ظاهر لجميع سكان أرشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحدا يعني إذا بتتكلم على أحداث القصة مفلوج واحد مقعد إليه 40 سنة يعني أكيد الرب يسوه حتى مر من نفس المكان من نفس البوابة ومعروف للرؤساء ومعروف لليهود بسبب الأعياد والدخول والخروج من نفس البوابة وبعدين معجزة حدثت أمام الجميع ولم ينكروا المعجزة بل بالعكس يعني طب شو نعمل في ورطة يعني الورطة إنه زي العازر يعني ماذا نفعل إن تركناه يؤمن هكذا يؤمن الجميع به ونفس الشي هون بنفس الأسلوب بنفس الطريق شو نعمل إحنا في ورطة يعني أنا بعتبرها إنه طريقة وأسلوب الكلام هي من أجمل الإثباتات لصحة الكتاب المقدس ألا تتفق معي قسيس بص الأية 18 يأسيس نظار بص الأية 18 يقول فدعوهما وأوصوهما أن لا ينتقل البتة ولا يعلم باسم يسوع يعني المعجزة حصلت والناس شافوا وهم مدركين وهم في ورطة مش عارفين يعملوا إيه أمام المعجزة التي تمت باسم الرب يسوع وبعدين في الآية 20 من نفس الأصحاح عاملة أربعة الآية 20 يقول بطرس ويوحنى لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا يعني شهادة شهود في حدث حدث أمام الناس والرؤساء والمسؤولين بيحكموهم والرؤساء والمسؤولين في ورطة وعدد والمسؤولين يعني حاجة ضخمة جدا حنان رئيس الكهنة وقيافة وكانوا الاثنين تقريبا يعني واحد فيهم كومبرس والتاني حقيقي لكن الاثنين في موضع القوة ويوحنى والإسكندر وجميع اللي كانوا من عاشرة رؤساء الكهنة وعاشرة رؤساء الكهنة أسيس مذكرين مذكرين في كتابات المؤرخ يوسيفوس عن عائلة حنان وموجود كمان في التلمود وكيف يعني ويلن لبيت حنان إلى آخر كيف يعني بيوصفوا هذا البيت وحتى الحفيد اللي هو الإسكندر الصغير يعني كل عائلة كانت مافيا خليني صورة يعني في التعبير مذكورة حتى مؤكدة من المؤرخ يوسيفوس نفس الشي لما ذكرت عن الهيكل خراب ودمار الهيكل مش بس إنه الكتاب المقدس بأكد لكن شوف التفاصيل الموجودة في الوثائق اليهودية كيف إنه حتى الحجارة قشت الذهب منها اللي بناها هيرودس الكبير موجودة في الوثائق الرومانية اليوم الحفريات لما بتشوف المدينة الدقود تحت الأرض بتشوف قناة حزقية بتشوف الحائط المأسك اللي هو جبل المري كيف تبنى حجارة وزنها 200 و300 طن بتشوفها اليوم في الأنفاق القديمة يعني ما فيك تنكر يعني الحجارة تتكلم مثل ما أنت بتديت في البرنامج آسف قسيس أنا تحمست لأنها عم بشوفها في عيني أنا في عيني في البلاد عندنا أسيس نزار المهم أنهم هددوهم هددوا بطرس ويوحن طبعا لكن النتيجة هو الآية 33 من أصححة 4 يقول لنا في أعمال أصححة 4 الآية 33 يقول لنا هذه الكلمات شوف الشيء العجيب وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم نشكر الرب نشكر الرب في شيء أو حكتين ثلاثة ثانية عايزة أقولها في شهادة الشهود يا أسيس نزار فضلا كانت شهادة مكلفة كانت شهادة مكلفة كانت شهادة موثقة مكلفة كلفتهم حياتهم كل الرسل معادة يوحنى كلهم ماتوا دفعوا حياتهم تمن لهذه الشهادة كانت شهادة موثقة ومنشورة كتبوا البشاير الأربعة وأعمال الرسل والرسايل كلها نعم كمان يوحنى نفية إلى جزيرة بطرس ولما كتب سفر الرؤية أنه كان بسبب كلمة الله والشهادة يسوع نعم طبعا بسبب شهادة لشحص الرب يسوع كانت شهادة موثقة يعني كتبوا البشاير وكتبوا الرسايل وهو إلى آخر مش بس شافوا وبس واتكلوا على الله ومشوا وتأتلوا لكن نشكر ربنا لأنهم ما رأوا بأم عيونهم وعاصروا ولمسوه وشاهدوه في وجود شهود وفي وجود شهود معاصرين وفي شهود معاندين وفي وجود شهود في موقف القوة والسلطة قدموا هذه الشهادة قدموا هذه الشهادة وهم يهود القياء لم يطعن أحد فيه أخلاقيات تلميذ المسيح قدموها اسمع من فضلك كل مشاهدة المشاهدة قدموها تحت سلطة الوصية الوصية التي تقول الوصية التاسعة لا تشهد شهادة زور الوصية التاسعة تؤكد هذا وهم لأنهم الرب يصعب يقول ما جئت لأنقض بل لأتمم لذلك هم تحت الوصية التاسعة قدموا شهادتهم بالفعل كم نشكر الرب لأجل هذه الشهادة لأجل شهادة العيان التي شهد بها التلاميذ الذين عاصروا وشاهدوا وعاشوا مع المسيح ثلاث سنين وقدموا وشكوه في أماكن كثيرة وسمعوا كلماته بصورة واضحة جدا جدا وهو بيقول لهم ما كلمتكم به في الأذان ندوف من فوق السطوح وبالفعل وصلت رسالة المسيح للعالم أجمع وسمعوا كلمات المسيح وهو بيقول لهم وانا بقول للكنيسة النهاردة ياريت النهاردة الرب يزورنا ونحن نستمع لكلمات الإسرالية العظمى وهو بيقول دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض تذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الضهر يقول لنا الكتاب في نهاية مرقص يقول لنا وأما هم يا سلام أشكرك يا رب فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معه ويثبت الكلام بالآيات بالمعجزات التابعة فالإنجيل دليله ليس في أنه كلام جميل كشعر أشواق لجميل الصوت ولا لأنه شعر ولا لأنه نثر ولا لأنه مقنع لكن بالدليل بما يفعله والرب يثبت الكلام بالآيات التابعة جسيس كمان يعني خليني بسك بسرعة لأنه حابب نفوت على شاول الترصوص لكن الرسول بطرس قال لأننا لم نتبع خرافات مصنعة وبنفس الإصحاح في آية 19 على ما أعتقد بحاول أقتبسها وعندنا الكامل الكلمة النووية وهي أثبت يعني مش بس بيتكلم عن شهادة شهود عيان شاف مجد المسيح على الجبل المقدس جبل التجلي وعن ببرهنها بالكلمة أنه عندنا الكلمة وبعدين بيختم فيها بقول كتبها أناس الله القديسون مصوقين من الروح القدس فأحنا نتكلم على ناس دفعت ثمن شهادتها يعني مش مجرد كلام لأننا لسنا كالباقين غشين كلمة الرب كما قال الرسول بولوس لكن أنا حابب يعني في الدقائق اللي أمامنا نحكي عن شاول ليه أنا حابب أنك تكلمنا قسيس عن شاول أو بولوس الرسول لأنه كتير ناس عم بتهاجم كأنه شاول هو اللي أسس الديانة المسيحية شو رايك قسيس رضا شهادة شاول الحقيقة شهادة شاول الترصوص عن شخص رب يسوع وعن الكتب المقدسة شهادة يعتدي بيها لعدة أسباب لأنها تأتي من إرهاب تأتي من إرهاب أخذ وصية وأخذ تصريح وأخذ رخصة عشان يوصع الاتهاد بتاعه لجماعة الرب يسوع للمؤمنين بالمسيح من أوروشاليم إلى دمشق حوالي 240 كيلو وأخذ وصية عشان يروح مش بس يتطهد اللي في أوروشاليم أو اللي في إسرائيل لكن كمان عشان يروح لدمشق يتطهد 240 كيلو بعيد عن دمشق دي شغلانة كبيرة فهو إرهابي شهادة إرهابي ده جاء إلى دمشق إرهابي وخرج منها رسولا للمسيح لاحظ أن شهادة الإرهابي ده هو شهادة شاولي الترسوسي اللي أصبح بوليس الرسول نال أرقى أرقى تعليم تخري في جامعة الترسوس روماني عنده الجنسية الرومانية زي دلوقتي ما نقولك أنا عندي الفاسبور الأخضر الأمريكاني أنا شخصيا بعتز بالفاسبور المصري نشكر ربنا من أجل مصريتي أنا نصري وبحب مصر لكن كان بوليس روماني ولد فيها غيره بشريها بفلوس لكن هو ولد فيها إسرائيلي يعني من شعب إسرائيل فريسي مدقق عبراني يعني يتحدث اللغة العبرانية صاحب علاقات بالسلطة العليا متهد الكنيسة كان حارس لثياب الذين رجموا إسطفانوس أول شهيد للمسيحين هنا نلاقي شهدته بدأت بإيه وهو رايح من أوروشاليم إلى دمشق عشان يطهد المسيحين عشان يقتل المسيحين عشان يقيد المسيحين التقى بي الرب هو في الطريق ونداله بالعبرانية شاول شاول لماذا تضطهدني وصار حوار بينه وبينه من أنت يا سيد أنا يسوع الذي أنت تضطهد صعب عليك أن ترفص مناخص وظل ثلاثة أيام لا يبصر وحاجة عجيبة حصلت يا سيس نظار حصل أنه هو شاف رؤية رجل اسمه حنانية سيأتي إليه لكي يبصر لكي يقول له ماذا يفعل وحنانية في نفس الوحد شاف رؤية الرب يكلمه فيها أن يذهب إلى شاول الترصوصي وذهب إلى الزقاط الذي يقال له المستقيم وعايز أقول لحضرتك وحضرتك دارس وعارف وعندك دكتورة في كريتسين أرتيولوجي في علم الحفريات أنه أقدم شارع موجود مأهول بالسكان حتى اليوم هو الزقاط المستقيم الزقاط أقدم أقدم مدينة شارع مأهول هو النهاردة هو النهاردة الزقاط المستقيم وبالتالي يروح له حنانية ويقصر وتتحقق الرؤية وللوقت يقول لنا كتاب جعل يكرس في المجام أن هذا هو ابن الله شهادة هذا الإرهابي اللي الرب غيره شهد أمام رؤساء الكهنة أمام فيليكس أمام فسس أمام الملك أغرباس قام بتلت رحلة تفشيرية شهد إذن أمام رؤساء معاندين رافضين في موضع السلطة وهو يحاكم وكلفته هذه الشهادة الكثير يقول لنا الكتاب في ستالي خمسة يقول لنا خمس مرات تقول لنا تلت مرات دورت بالعصي مرة رجم تلت مرات انكسرت في السفينة سجن مرار كثيرة أخطار من لصوص أخطار من إخوة كذبة إلى آخره واستشهد في عام سبعة وستين ميلادية عاصر والرب يسوع مات سنة سبعة وستين ميلادية بسيف نيرون وكان عنده تلاتة وستين سنة وعاصر رسولة المسيح شهادة شاول التصوص الإرهاب الذي اضطت كميسة الله بإفراط سجلها وكتب تلتاشر رسالة في العهد الجديد بإرشاد الروح القدس ويقول بولوس سلمت إليكم ما تسلمته من الرب يسوع فما تسلموا من الرب يسوع قدموا للكنيسة ولم يكتب كلمة واحدة من عندياته بل يقول لما أرسل الرسائل قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة اللعب لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس أشكر الله من أجل شهادة الشهود ومن أجل شهادة هذا الإرهابي الذي الإيمان نقاءه المباشر مع شخص الرب يسوع أنا حبي أقول حاجة بسيطة لا يزال الرب يسوع يظهر لكثيرين بطرق معجزية لكي يثبت نفسه وأنا عايز أقول لكل مشاهد عنده شكل ونفسه يتعرف على المسيح أقول للرب يا رب اظهر ذاتك لي والرب قادر أن يتعامل معك بالجعل قصيس رضا طبعا فيه أمامنا هيك دقائق صغيرة مش كتير وسمعنا يمكن اللي شاهدنا في الحلقات الماضية وأنا بعترف أنه هذا يتطلب إلى حلقات أكثر حتى نعالج كل موضوع على حدا ولكن كانت مذاق جميل والتعليم كتير كتير حلو وتكلمت عن المستندات وعن البراهين والقانون والأدلة العلمية والعملية والشهادة الشهود لكن بالختام ولو بدقائقين أسيس طيب أنا اللي بشاهد شو ممكن أستفيد كيف أنتفع من كلمة الله إيه البركة اللي أنا ممكن أخذها من خلال إيماني بكلمة الله بالكتاب المقدس رأيز أقول عدة أمور سريعة اقرأ كلمة الله لأنه مكتوب فتح كلامك ينير يعطل الجهال تأمل في هذه الكلمة يقول المرنم في سفر المزامير يقول نموس الرب كامل يرد نفسه شهداته رأي بصديقة تصير الجاه الحكيم أخذ وقت مع كلمة ربنا في كل يوم الرب يسوع كان بيصرف مع الآب وقت عشان كده عايز أقولك اقرأ كلمة الله بانتظام اقرأها بتعبد تأمل في الكلمة اسأل نفسك ايه اللي موجود ايه اللي مكتوب ادرس الكلمة احفظ الكلمة طبق الكلمة اقرأ تأمل ادرس احفظ طبق الكلمة لا تكونوا سامعين نسين خادعين نفوسكم بل سامعين عاملين بالكلمة يقول لنا كتاب كان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين يعني بيدرسوا فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا أنا حابب أقول لكلمة الله استطيع أن تغير حياتك إن آمنت بهذه الكلمة وطلقت من الرب يسوء أن يفعل هذا فيك قسيس رضا يعني ما في كلمات عبر أن عارف أنه تريد تختصر لسبب يعني الوقت أزف ولكن صلاة أنه الرب يباركك ويبارك خدمتك ويبارك حياتك وأسرتك وفعلا تكون صوت وبوق للحق ونور ومشعل اللي بتنير وتضيء كل من حولك وأنا بشكر رب من أجلك ومن أجل خدمتك ومن أجل تأثيرك على أجيال أجيال مع أنه بعدك شاب صغير شكرا كتير كتير قسيس وربنا يباركك أشكرك أسيس نظار أني أخدم ربنا إلى جوارك ليكون نور مع نور لجميع شكرا جزيلا شكرا جزيلا تعرفوا أحبائي يعني في رؤية يوحنى الطوبة للذين يقرؤون ويسمع ويحفظ كلمة الرب لكن عاوز أقول شيء مهم جدا رسول بولوس في كلمته أو في رسالته لكنيسة كلوس الإصحاح الثالث قال لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح لكن عاوز أقول شيء تاني أنه كان المسيح حريص أنه يشرح من الكتاب المقدس الكامل اللي هو التوراة توراة نيفئيم كتوفيم يعني التوراة أصفار موسى الخمسة ونيفئيم أي الأنبياء والنبوات كتوفيم الكتابات سواء الأصفار الشعرية والأصفار الأخرى كان بيشرح ولكن مش بس كان بيشرح مكتوب يعني فتح عينيهم وبعدين للتلاميذ فتح عينيهم تلميزي عمواس وبعدين لما ظهر للتلاميذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب يمكن أنت أمام كتاب كبير وعم بتسأل طيب كيف ممكن أدرس وأحفظ وأتأمل وأطبق الكتاب المقدس صليها وقل يا رب المسني بكلمتك افتح عيني اكشف عن عيني حتى أرع جائب من شريعتك افتح ذهني مستنيرة عيون أذهانكم عيون الروحية افتحها حتى أفهم كلمتك وأطبقها على حياتي مولودين بكلمة الحق بصلي إنو كلمة الرب تلمسك اليوم والرب يباركك